اشتركوا في القناة في المنام. الزبح في المنام بيكون خير في الحالات الاتية. سواء كنت عزباء سواء كنت متجوجة سواء كنت رجل سواء كنت مطلقة اي ان كانت حالتك بيكون خير في الحالات الاتية الزبح. اه اللي تشوف في المنام ازا كانت واحدة مطلقة او عزباء شافت ان حد بيتباحها سواء الحد ده كان سلطان سواء الحد ده كان رجل معناها ان في زواج وفي تغيير في حياتها للافضل وفي يعني معناها تغيير في حياتها من مطلقة هتكون متزوجة باذن الله اذا كانت عزباء تعرف ان في زواج ايضا في الفترة المقبلة ان شاء الله اللي شوف في المنام ان قاوم مسبوحيا في المنام معناها ان في يعني تمام لامور بخير باذن الله ربما في يعني موضوع او او عمل هو مقبل عليه يعرف ان شاء الله ده العمل ده هيتم في الفترة المقبلة على خير باذن الله اذا كان فيه هو مقبل عليه يعرف ان شاء الله العمل ده او الشيء ده هيتم باذن ربنا على خير واذا كان مستخير ربنا عز وجل في امر يعرف ان ان شاء الله الامر ده في خير ويعتمد على الله اللي يشوف في المنام ان هو بيتبح شخص ما او ان الشخص ده بيتبحه ده ايضا معناها تمام للامور دي يعني ازا كانت واحدة آآ عزباء تقدم لها شخص ما واستخرت ربنا عز وجل في الشخص ده وشافت في المنام ان هو بيتبحها او هي بتتبح وتعرف ان شاء الله ان الشخص ده في خير ليها وآآ باذن الله الشخص ده منصب ليها وتتوكل على الله باذن الله واللي يشوف اللي يعني ان في المنام آآ ان هو دبح عبد في المنام معناها ان هو هيعتقه او معناها ان فيه قرب فرج ليه آآ وتغيير في حياته للافضل باذن الله واللي يشوف نفسه اتدبح في المنام وهو كان مهموم او كانت عنده مشاكل او كانت عنده آآ آآ كان عنده قرب يعرف ان شاء الله فيه تغيير في حياته للافضل ومعناها ان شاء الله ان ربنا هيفرج عنه في الفترة المقبلة ربما زواج آآ وربما فيه تغيير في حياته للافضل اما في الحالات الاتية اللي هيكون فيها الدبح ده شر في الحالات الاتية اللي يشوف في المنام ان هو بيتبح حد من محارمه ده معناها ان هو يعني هيقالل من قدره ربما فيها هيقاطع آآ الشخص ده والرؤية ده غير جيدة فاذا كان فيه مشاكل ما بينك وبين حد فحاول ان انت تحلها واللي يشوف في المنام ان فيه آآ قاوم مسبوحين او ان فيه نازمة بوحة معناها ان الاشخاص دول اصحاب بدع معناها ان الاشخاص دول آآ على ضلال واللي يشوف في المنام ايضا ان هو بيتبح امرأة ده معناها وزا كان يعني متزوج وما كانش فيه اي آآ عنده اي مشاكل في حياته ربما ان فيه المشاكل او ان فيه امرأة غير جيدة هتخش في حياته هتحاول تدمر له حياته فيحاول ايضا ان هو يبدع عن الست دي ازا كان هو متزوج وما كانش فيه اي مشاكل في حياته واللي يشوف في المنام ايضا آآ ان هو دبح شيء من يعني من قفاة ربما ان فيه مشاكل هتكون في حياته ولكن من الخلف من غير ما يعرف ربما فيه اشخاص غير جيدين موجودين في حياته ولكن هما ما بيحبلوش الخير ومش مبينين له الكلام ده تماما فهي ايضا ان الرؤية بتكون تحذرية ليه ان هو ياخد باله من الاشخاص آآ المقربين منه اللي يشوف في المنام ان هو دبح صبي صغير ايضا الرؤية هنا غير جيدة آآ ومعناها ان ان الشخص ده ربما فيه ظلم في حياته ربما فيه مشاكل في حياته واللي يشوف في المنام ايضا آآ ان هو دبح نفسه ده معناه ان ربما يعني امرأته هتكون حرام عليه او ربما فيه مشاكل ما بينه وما بين حياته وما بينه وبينه وبين زوجته احباب الله ده كان كل ما يتعلق بالزبح في المنام اتمنى ان انا اكون فيدتكم قدر المستطاع لو اي حدث منكم شاف آآ حلم او رؤية متعلقة بالزبح يا ريتي اكتبها في تعليق اسفل الفيديو علشان نقدر نفيد بها نستانية ما تنسوست الشرقه في القناة وتفعله الجرس علشان قناتكم توصل لكبر قدر منكم من الناس دمتم في راعة اللوامنة والللقاء في فيديو اخرى السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة